طيب إحنا الفيديو اللي فات تتكلمنا عن الاربسيز شكلها ووظيفتها دلوقتي هنتكلم عن إيه؟ هنتكلم عن إزاي أصلا الاربسيز دي بتتصنعها بتيجي من إيه المصنع اللي بنتطلع منه الاربسيز جديدة مش إحنا قلنا ان الاربسيز دي عمرها 120 يوم طيب بعد ال120 يوم دون مش المفروض ان فيه الاربسيز اللي مات دي نجيب بدلها طيب إيه المصنع اللي بيديني الاربسيز أول بوض كل أربع شهور يطلع الاربسيز والله كلمة Erythisro Specs التصنيع كي يتحدث في إيه هو المصنع كرات الدم الحمراء حاول انت كده تستدعي المعلومات اللي عندك لو سألتك خلايا الدم بتتصنع فين؟ انت هتقول لي تتصنع في نخلال العظام اللي هو البوم مروه طيب هل دايما قرات الدم الحمراء تتصنع بس في نخلال العظام دي او اللي هو البوم مروه دي بتختلف من سن للتالي يعني ايه؟ يعني لو انت فيتس لو انت لسه جنين في بطن امك او طفل لسه مولود لسه صغير في اول شهوره او قدلت شخص مثلا بقى عنده 20 سنة ازاي بتختلف؟ اولا لو انت جنين هو لسه فctional ما عندهش عظم لسه تكون يعني لسه هو صغير مفيش عظم عنده تكون و الدم تكون و скоро الدم الحمرة تكون طب ازاي؟ الجنين دا عنده كورات دم حمرة هو اصلا ما عندهش نخلال العظام يبقى يزا فيه مصنع تاني يشتغل كمصنع بديل في الاول ان هو يصنع كورات دم حمرة قبل نخلع العظام يترا ايه هو المصنع ده في الجنين او في الطفل الل اللي هو صغير بيبقى عنده الليفا بيبقى عن ده الليفا وبيبقى عنده الاسبلين تمام كده بيبقى عنده الاسبلين الاسبلين هم دول اللي بقدروا يصنعوه لربيسيز بس ده لما بيبقى فيه ده اول ما الطفل ده بيتولد وبيبقى تشالد خلاص لأ طفل وبدأ بقى خلاص يكبر وبدأ بقى عنده عدم والعدم ده فينه خاعزان أو اسمه بوم مارو يبدأ بعد كده الشايلد وهو صغير يتكون الاربيسيز في البوم مارو بتاع كل عدم الجسم يعني اي عدمة في الجسم بتاع طفل صغير لسه مولود تقدر انها تصنع طيب ايه اللي يفرق الالتشايلد عن الادلت خلاص احنا قوله ان الالتشايلد بيبقى محتاج كمية الاربيسيز كبيرة واتفقنا ان الاطفال اللي هم لسه مولدين او الرضع بيبقى عدد الاربيسيز فيهم كبيرة اوي وده يفسر لك انها بتخرج من البوم مارو بتاع كل العظام الجسمي من البوم على عكس الادلت لو انت جي تشفت الادلت البوم مارو انهي اعط尿 انها باهم عبس بلوم مارو النام موجود فيهم بالبول اللي يطلع بون سوري الاربيسيز يقولك انه موجود في ما اسمه فلاة او ميمبترين سبون سويناء كدة الي احنا جسمنا فاهم لونجوبون زا العظم ايه كدة وفي فلاة او ميمبترين السبون مثل عظم lead الاربس باس س Cadill deeper الاربيسيز بتاعتي بتخرج من البوم مارو وهو البوم مارو موجود فيanya موجود في البون في العظم انهي عظم موجود في ده وفده موجود في العظم اللونج وموجود في العظم المنبرينس طب اللي بيصنع الاربسيز البون مروق المصنع المختص في تصنع الاربسيز اللي في اللونج بون ولا في الفلاد بون قال لك على حسب لو انت لسه طفل صغير بيبقى يخرج من كل عظم جسمك عشان يطلع كمية كبيرة يكفي الانفنت او الراضيع طب شخص زي مثلا كبر بقى خلاص مبقاش محتاج الكمية دي من الاربسيز ايه المصنع اللي يكفيه قال لك بيتخرج من المنبرينس بون او الفلاد بون طب شميعنا المنبرينس بون او الفلاد بون تخيل يا سيدي اللي قدر الله مثلا الواحد عمل حدثة وفقد اطرافه عمل واحد عمل حدثة وفقد رجله خلاص كده فقد العظم يبقى موت وخرب ديار كان دكتورنا يقول هلنا كده يبقى موت وخرب ديار يعني فقد العظم بتاعه وكمان يجيله انيميا علشان المصنع بتاع كراته الحمرة بتاعته بازل لأ طبعا فعشان كده ربنا سبحانه وتعالى من حكمته وخلى الشخص اول ما يبقى كبير بقى ويتحرك في الحياة وبتقابله صعوبات ومعرض ان هو يحصل له اي فقد في اطرافه مثلا لأ خلى له مصنع يبقى ثابت هو مش معقولة شخص مش هيبقى عنده مثلا الاسكالبون ويبقى عايش اكيد مات مش معقولة شخص مش هيبقى عنده الكفص الصدري بتاعه او تراس الكتجة او ربس بتاعته ويبقى عايش اكيد لا ميت فعشان كده حتى لو عمل حدثة المصنع بتاع الدم بتاعه بتاع كرات الدم مازال موجود من الفلات او الممبريناس بوم يبقى اذا في الفيتس بتخرج من الليفار والسبلين في الـ child بتخرج من البوم ماره بتاع كل العزون بتاع الـ old bones انما في الاضل تبتخرج من الممبريناس او الفلات بوم طيب بالنسبة لـ old H بيبدأ بقى يقل تصنيع كرات الدم الحمر راح ناعة هو بيخرج برضه من الممبريناس بس البوم ماره ذات نفسه بقى بيبدأ يترصب فيه دهون العظم بتاع الناس اللي هم الكوباب بتلاقي البوم مارو بدأ يترصب يحصل فيه انفلتريشن للدهون وبالتالي كمية الاربسيز اللي بدأت تخرب كأن المصنع بدأ يبوز تمام كده فكمية الدم او قرات الدم الحمرة او الاربسيز اللي بتتكون بدأ التيل ده بالنسبة للسايتس بيتصنع فين على حسب السن بتاعها طيب يبقى ده كده اتكلمنا عن الديفينيشن واتكلمنا عن السايتس كرة الدم الحمرة ده منشأة مني ده اللي هنعرفه في الستيجز جت مني لبوم مارو خدنا خلايا ايه بالضبط وحولناها لكرة ده من حمرة انت لو جيت بصيت على طفل وصغر الجنين ده اصلا بتكون ازاي احنا منشأ اي حد مني عبارة عن خلايا واحدة عبارة عن حيوان منوي بيتحد مع بويضة يكونوا زي جود نعم كده اهو دي بويضة يكونوا لي في الاخر زي جود بقت خلايا واحدة الخلايا دي تبدأ تنقسم وتبني كل خلايا جسمي خلايا الجلد خلايا العضلات خلايا المخت كل الخلايا expertise منشأها خلايا واحدة اللي هي الزي جود او اول خاليا في تحويم الانساء طيب يبقى اذا الwarbc born probe gases بتاعتي الي هي واحدة من خلايا جسمي او واحد من مكونونات جسمي اكيد منشأها الخلية دي الخلية دي بيسموها ايه بيسموها خلية جزعية يعني الزي جود ده بيقعد ينقسم الخلايا كده بيسموها الخلية الجزعية او اسم تاني كده بص بلوري بوتنث استيمسل يعني خلايا جزعية عندها القدرة انها تدي خلايا مختلفة يعني يحصل لها لخلايا مختلفة تتكون خلايا كبت خلايا عضلات اي خلايا بجسمي ده معنى الخلايا الجزعية يعني ايه كلمة بلوري بوتنث؟ بوتنث يعني مقدرة او قدرة او قوة بلوري عندها عندها بвинها متعدته القدرة تدي انواع مختلفة طيب لو القدرة هتبدأ تديني انواع خلايا العضل خلايا افضل دم ايضا نعم ويستمدها بلوري بوتنث هيماث وبايوتك هيماث ميتو يعني دم هيماث بيوتيك استمثل يبقى دي الخلايا الجزعية إلي عندها المقدرة تدي انواع مختلفة من خلايا الدم او يلعط يبقى ايزا الخلايا دي نسم해서 وايح الخلايا دي هتديني ايه بالظبط هتديني مدام هماتوبيوتك يبقى دي خلايا جزعية هتتحور او يحصل لها لانواع خلايا الدم المختلفة ممكن تديني ممكن تديني ممكن تديني وممكن تديني الاربسيز اللي احنا بنتكلم عليها النهاردة تمام ايه؟ يبقى هي في الاخر هتديني الاربسيز بس علشان الخلايا دي اللي هي تديني الاربسيز لدي دي تحاول الاربسيز فيه خطوات في النص اولا الالاربسيز خلايا حقيقية فيها نواه سيتوبلازم ومى مية كوندرية فيه كل المكونات واتفقنا الاربسيز بيسموها نوتروسيل لانها تفقل كل المكونات دي وتحط فيها هيميبوبية يبقى ايه الي احنا عايزينه من الاربسيز هنعمل عليها شوية ميدييكيشن تمام انت ماليش حاجه في البصوية ده الا الاسماء بس الباقي كله هستورجي فانا هقول لك الاسماء ومش عايزك يعني ما تشغيلش بالك دي تسمت لي كده تسمت لي كده ده كلام هستورجي كله تمام كده فانت عندك ليمات باوية كل اللي احنا هنعمله في البصوية ده ان احنا هنشيل منها شوية مكونات ونملاها هيمجلوبين ليه بني منها المجلوبين؟ لان احنا عايزين وظيفتها تقتصر بس على نقل الغازات دي اهم حاجة دي عايزين الوظيفة الرئاسيات بتاعتنا ان احنا نخليها تنقل الغازات فعندينها هتبدأ تتحول من حاجة اسمها بري بري إيريثرو بلاست كلمة إيريثرو بلاست يعني الخلايا تسبك من كلمة بري كلمة بلاست يعني حاجة جاي من كلمة جينيسيز تخليقي يعني هتصنع يعني كلمة زي كلمة جينيسيز كلمة خالية هي تسمع وهي خلية ضم الحمر أو بتسنع تبريئ يعني دي هتتحول هي الوظيفة التحول وم tintها كبيرة اسمها إيريثرو بلاست سوف نظيف مرة وهذا الأرض يحدثون الكرة حين تغيرها ولكن كل هذه التغيرات تسمى أيريفروبلاست هذا después أحدهم شيئTime بيزوفيل إيريتروبلاست تتحول إلى شيء سميم بيزوفيل إيريتروبلاست ستتحول إلى شيء ساميacht صور المص found by Nearly trying, or buchromatic Adam بولي كروماتيك في الريثرو بلاست البولوكرомеوالريثرو بلاست بتتحول هز höherثو أورتو كروماتيك يبقى احنا عندنا بص بص ما ركز معايا بينبقى معالك انت لقى هز ارثو فىهميت بذفالك ليس م conséquente بس انتى ما عليك تفاصيل دى دي تفاصيل هسترجى فه عقلية بيزوب إعاد تغني بس تعرف الاسماء إن الysis top성 بتتحول إلى شئ اسمها Bri-Erythro México وهذه تrounded βرى فيها تغيرات تأتي الهاموجلوبين هذا سيتغيرات ثبات الهاموجلوبين Urban 2030 يحصل فى تغيرات على ثلاث مستويات بيزوفيليك بلوكروماتيك كل دول إيريثوبراست يتكون خلية اسمها ريتكيلو سايد و ريتكيلو سايد بعد كده تتحول لربيسيس انا يهمني الاتنين دولة لاني بص لحد المرحلة دي كده لحد المرحلة المرحلة اللي فوق ده احنا كده ممكن نقول ان احنا هنا فين هنا كده المنطقة دي كده هنا كده في البول مره طيب هنا كده ممكن نبدأ اخش البلد في المنطقة دي كده خلاص بقت ان تخش البلد يعني الريتيكيلو سايد ممكن تلاقي شوية ريتكيلو سايد راحه في البلد والربيسيس طبعا ما كانوا في البلد يبقى احنا في المنطقة دي كده نخيل عظام عمال يشتغل خادر الاستمسل يحولها البريك ريثرو بلاست والبريك ريثرو بلاست تتحول لبيزوفيليك ريثرو بلاست يحصل فى شوية تغييرات مرة أبقى يسمى بوليك روماتوفيليك ريثرو بلاست والبوليك روماتوفيليك يسمى ارثوكروماتك ريثرو بلاست الريثرو بلاست تتحول لane مرة اسمى الريتيكيلو سايد الريتيكيلو سايد دي هي اول خلية تبدأ تنزل في الدم وتتحول لأربيسيز في بعضهم ما بيتحولش بيفضل ريتيكولوسايت زي ما هو ما يتحولش لأربيسيز عندك لو انت جيت بصيت في الدم كده وجيت تشوف قرات الدم الحمرة هتلاقي دول 98% متيور أربيسيز يعني خلاص في اخر شكل وفي اخر صورة لها و 2% ريتيكولوسايت لسه ما تحولش لأربيسيز نسبتهم صغيرة لذا كانت تذكر لكن الاغلب 98% منهم عبارة عن ريتيكولوسايت تحولت لأربيسيز طيب دي نقطة النقطة التانية اللي انا عايزك تعرفها ايه بص يا سيدي ان انت امتا بيصنع يبدأ تصنيع الهيموجلوبين مش دي عبارة عن خلية عادية ستنسل بمكوناتها اول ما نخش نخلص مرحلة البري الريثروبلاست ونخش في مرحلة الريثروبلاست من هنا كده يبدأ تصنيع الهيموجلوبين بعد كده بقى وين تنازل اول ما تخش على الريتيكولوسايت تبدأ الخلية تفقد بتاعتها تفقد الريتيكولوسايت وبعد كده والريديكولوساس ويبقى احنا كده ايه كونا biciclet هنتكلم عن دلوقت هنتكلم عن GPT شكرا